أنت طلبت النور طلبت الإرشاد من العزيز الحكيم في رحاضة الوحدة والحزن والرحمن الرحيم يرسل لك معلم عزيزي يرسل لك معلم شوف يرسل لك معلم هذا العام معلم سيجعلك ترى قوس قزح في سماء حياتك قوس قزح خالد قوس قزح كان دائما يزين سماءك لكنه كان غير مرئي يعني كان انفيزيب لماذا؟ لأن سحاب استسلامك وسحاب الطاقة طاقة الحزن الطاقة السلبية كانت تحجب هذا القوس قزح هذا القوس قزح تفهمون إذن هذا المعلم عزيزي برج الحمل قد يكون شخص يصل إلى حياتك هذا العام وهذا الشخص صدقني روح طاهرة تفقوا فيه وطاقته إيجابية وروحانيته عالية وسترتاح سترتاح مع هذا الشخص الجميل قد يكون هذا المعلم عزيزي برج الحمل كذلك قد يكون كتاب كتاب مهم سيجعلك تنظف عقلك وسيجعلك تتحرر من السلبية الفكرية واخا يعني هذا الكتاب سيسمح لكم سيدي لواحد من يطويج مونطال واخا يعني ستملؤون العقل بكل ما هو إيجابي ستضيفون ستضيفون واحد لمسة روحية وإيجابية عجيبة بفضل هذا المعلم الذي سيصل إلى حياتك هذا العام إن شاء الله قد يكون كتاب قد يكون شخص مهم في حياتك واخا واصل في هذا العام عزيزي بفضل هذه بفضل هذه يعني هذا التنظيف العقلي هذا التنظيف الفكري هذا سيكون عام التشافي ستشفى وستعافى نفسيا وروحيا وذاتيا إن شاء الله يا ربي الحبيب يعني هذا التغيير داخلي جميل جميل بزار هذا الجمال الداخلي الذي ستعيشه هذا العام عزيزي برج الحمل سينعكس على شكلك الخارجي ستكون ستكون لغزالة جميلة يعني وجهك سبحان الله سيتغير بفضل هذا السلام الداخلي نعم قد يكون المعلم كذلك هو أنت يعني هذا التغيير كذلك سيخلق يعني ستصبح معلم رحاني أنت وستعلم لحياتك كيف يجب أن تعيش بإيجابية والسلام إلى آخرين وخا الله قراءة جميلة بزف عزيزي قلنا أن بفضل هذه الإيجابية هذا سينعكس على شكل ديالك الخارجي وخا يعني ستكون نظراتك صافية وابتسامة صادقة ستكون لنا حبيبتي جميلة أي أكثر جمالا سأل الله سيزيدك جمالا وأنت عزيزي كذلك يعني سيكون وجهك مرتاح وفي نوع من الصفاء الملائكي تفهمون واو وكذلك عزيزي أراك هذا العام أنت متسامح صبور متواضع وبفضل هذا السلام الداخلي أو هذا المعلم ماذا سيحدث لك إضافة إلى كل ما قلت لكم دا بغد ينقول لكم سأقول لكم المزيد بالنسبة للجانب المادي أنا دائما أراكز فيما هو روحاني وعاطفي لكن أعرف أن البعض منكم كذلك يريد معرفته يعني يعني عن الجانب المادي وأنا سأتكلم كذلك عن الجانب المادي عزيزي برج الحمل يرزقك الرزاق الرحمن الغني بغزارة مالية غزارة مالية لكن أراك تعمل تعمل عمل تحبه وتربح مبلغ بسيط نعم أنت تعمل وستعمل هذا العام ستعمل كثير وأنت يعني أنت تشكر الله وأنت كنتون يعني سعيد بهذا العمل مبلغ بسيط لكن هذا المبلغ سيرتفع وخا هذا العام إضافة إلى أن شخص أو لا مش شخص ستصلك هدية مالية هذا العام لكن هدية مالية مهمة وبما أنك أنت عزيزي برج الحامل الله كان كريم معك فأنت كذلك هذا العام ستكون كريم لأنك الحمد لله شبعان الله يملأ يديك بالمال نعم أرجوك فستحصل لك أشياء عجيبة هذا العام النجاح هناك نجاح مضمون هذا العام كن إيجابي اسمح لطيارات السماء الإيجابية الدخول لحياتك إذا كنت بالنسبة لمن يدرس يعني مهم لمن يريد أن يكون لا أدري تريدين أن تكون طبيبة عزيزتي ستكونين طبيبة تريد أن تكون محامي أو قاضي ستكون محامي وقاضي تريد أن تكون لاعب كرة مشهور ستكون ستصير تريد أن تكون لأدري مغنية ممثلة ستكونين أو ممثل أو مغني كل ما عليك هو أن تكون إيجابي وأن تكون ممتن للرحمن فالرحمن كريم معك ومعي ومع الكل الله يحبنا الله جميل جميل أنه طاقة الحب لا يمكنني حتى وصفه لا يمكنني لأن يعني ما أشعر به تجاه خالقي الرحمن الرحيم يعني الكلمات شيء يعني ليس لها ضعيفة ضعيفة لكي أصف لكم يعني طاقة الرحمن الجميلة وأنتم كذلك أرواح جميلة أنتم كذلك يمكنكم أن تتصلوا يعني روحيا مع خالقنا مع الرحمن ولن تجدوا الكلمات لتصفوا حب الرحمن اتجاهنا حب الرحمن لنا مهم سأترك روحي لأنه الآن أتكلم عني قلت يجب أن تكون ممتن للرحمن ليس فقط للرحمن بل لوالديك نعم لأمك لأبيك لأخيك لجارك العزيز لكل من يحبك لإيمان كذلك فإيمان تحبك واخا يجب أن نشكر الله والكون لأن كل ما لدينا في العالم هو بفضل الكون الله هو من خلق والديك وإخواتك وجيرانك وكل ما حولك والأشجار والهواء الذي تتنفسه واخا إذن يجب أن نشكر الخالق فقط يكفي أننا موجودين في هذا العالم فهذا يعني ستنغزو لنشكر الله يكفي لنكون في هذا العالم لنشكر الله تفهمون يجب أن نكون قنوعين ونشكر الله ونقدر مدى حب الله لنا واصل الأمس أتكلم عني عني الحب واخا بالنسبة للحب عزيزي برج الحمل أراك ربما تهرب من الحب لكن الحب يطاردك عزيزي لا يمكنك الهرب من هذا الحب الجميل هناك الكثير من الحب ليس فقط حب الرحمن هناك حب شخص مهم في حياتك ده بنشرح لكم أنت تهرب من الحب لكن الحب يطاردك عزيزي لكن أنت في الحقيقة لا تهرب من الحب أنت في الحقيقة تطرد كما وصفت في البداية يعني تطرد الطاقة السلبية تطرد يعني من قلبك المعاناة والتفكير المستمر والمؤذي في الحبيب وتوكلت على الله وهذا الشعور الجميل يجذب ما ترغب ما تريده ما تريده حقا لأن عقلك الباطني لا يرتاح ورسمت في خيالك أحلامك لكن أراك أنك أطلقت يعني تركت طاقيا نتكلم عن الروح وعن الطاقة تركت الحبيب جانبا تركته يرتاح بفضل هذا المعلم الذي بداخلك أو هذا المعلم الذي سيصل إلى حياتك وهذه النظافة الروحية الذاتية إلى آخره التي قمت بها أو ستقوم بها هذا العام إن شاء الله إذن أنت الآن حينما تفكر في الحبيب كيف تفكر؟ تفكر بإيجابية بفرحة تعيش معه لقطات في عقلك كما لو كانت حقيقة لا يعني لا تفكر فيه هذا ما سيحدث لك هذا العام يعني لن تفكر فيه بالدموع ولا باليأس ولا بالحزن وماذا سيحدث؟ هذا الحبيب العدالة العدالة السمائية ستقوم بعملها هذا الحبيب يريد أن يسعدك هذا الحبيب سيعود للبيت إذا كان زوجك هذا الحبيب سيعود للبيت وإذ لم يكن زوجك هذا الحبيب يريد العودة إلى حياتك سيعود إلى حياتك يريد أن يلتقي نعم يريد السلام يريد ملء حياتك بالسلام بالحب والسعادة لكن عزيزي هذه الكرتك تقول لي أن هناك سيصل حبيب حب جديد أرى مغرم عاشق بالنسبة للحبيب الأول قد يكون برجه ناري أو هوائي واخا والحبيب الثاني قد يكون برجه ترابي واخا إذن نارية هوائية و نارية أسد قوس وحمل مثلك هوائية ميزان دلو وجوزاء وترابية جدي ثور وعذراء هذه هي الأبرج التي أراها وهنا حبيبين رجلين مهمين أو جوز بالنسبة للرجال تعرفون أنها قراءة للنساء والرجال والحبيب الثاني قد يكون أصغر منك شوية أو على الأقل أصغر منك روحيا يعني فيه طاقة هي الفرح والبهجة وخا هذا ما تقوله القرد هناك هناك شيء مهم غريب أن الحبيب الجديد الذي سيصل هذا المغرم وعاشق ويريده حتى سيطلبه منك حتى الزواج الحبيب الثاني الذي برجه ربما ترابي المهم رأيت ثلاثة ديال طاقة هوائي قد يكون هو ترابي نواصل هذا الحبيب يريده حتى الزواج منك والغارب في الأمر أن حبيبك الأول والحبيب الثاني عند أسماؤهم متشابهة متشابهة أو فيها حروف يعني متشابهة مثلا قد يكون حبيبك الأول حسن اسمه حسن والثاني حسين حسين الحسين أو نعم حسين حسين أو قد يكون اسمه الأول أحمد والثاني محمد أو طارق أو فاروق يعني يعني فيها حروف متشابهة وهذا الحبيب دائما يعني يجعلك تفكر في الحبيب الآخر وهذه عزيزي أو عزيزتي نعم عزيزتي لأنا قلت أسماء ديال الذكر هي رسالة سماوية يعني كلاهما لديهم مشاعر حب ناقية وحب عامق بججبهم واخ هذين الحبيبين مهمين جدا في حياتك لكن أنت مشاعرك قوية أقوى على الحبيب الناري أو الهوائي تفهمون الله كذلك بالنسبة للمطلقات يعني البعض منكم إذا كان هنا في هذه القراءة من يستمع إلي إلا كانت يعني بالنسبة للمطلقات عزيزي برج الحمل أرى امرأة مطلقة من أكثر من ثلاث سنوات نعم ثلاث سنوات أو أكثر وهناك شخص مستعد لإعطائك أجمل ما لديه هذا بالنسبة للمطلقات واخر وحتى الزواج هذا يريد كل شيء معك إذا ألخص هذه القراءة عزيزي برج الحمل في هذه الكلمات المعروفة في كوسميك لوف تعرفونا ستصل إلى كل ما تريده ستحقق كل أحلامك عزيزي برج الحمل كيف يا إيمان بالإيمان بالإيجابية بالتوكل على الله بالروح النقية أنا متأكدة أنكم كلكم أرواح نقية وعميقة وجميلة إذن بالإيمان أعيد بالإيجابية بالتوكل على الله بالروح النقية التي وهبها الله لك ولنا ولكم ستجذبوا هذا العام إن شاء الله 2020 وخصدقوني ستجذبون النجاح الحب حبيب الروح وشريك حياتك وخصدق حتى زواج حتى الزواج البعض منكم البعض منكم حتى الزواج أو عودة زوج وخالي أن هذه هي كرت المنزل يعني هو المنزل يتكلم عن الزواج إذن عزيزي لتحقيق أهدافك يا عزيزي يا عزيزتي أنت ستحقق أهداف كما قلت أهداف رائعة وعجيبة كيف؟ يجب أن تمشي خطوة بخطوة كما يقول في المغرب قطراب 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 قطرح تحمل الواد يعني لا مشي يعني قطراب قطرح تحمل الواد ومثل آخر بالفرنسية يقول يعني شيئا فشيئا العصفور أو الطائر يبني عشه عشه إذا كنت تريد أن تصعد منحدرات شديدة شديدة الإنحضار فمن الضروري أن تمشي ببطء يعني غير بشوية ببطء في البداية لأن البداية دائما تكون صعبة وهذا كلام شيكسبير عزيزي برج الحمل في البداية تكون البداية يعني بطيئة لأنها تكون صعبة يعني أن تصعد المنحدرات وخة لكن النهاية تكون دائما النجاح والآن غادي نهز كلمة أو لا أدري أو جملة قصيرة لنرى ماذا ستقول لنا السماء اعتبرها رسالة سماوية أو كلمة لا أدري